فريرا مرتضى منصور أعلن رسمياً إن فريرا مكمل مكمل والمشار مرتضى قال لنا شخصياً فريرا مكمل ومش حقرب له عقده عقده في شار ستة يخلص ماشي عينة دي بقى مختلف أنا معاه هو اللي بيقول المشار مرتضى مش أنا مختلف معاه لعب كل واحد في مكانه عادي أما رئيس المركب وهو مهندس فيها ومسؤول على جزء منها واجب إننا أجيبه ونقشه واسأله وقوله إن هو في الآخر اللي بياخد القرار إنما السيدة المكلسوم قالت إيه؟ قالت للصبر حدود هو ده ممكن يبقى صح بس الهزيمة قدام النادي الأهلي ليست بالسهلة ليست بالسهلة أولا الزمالك ستة وعشرين نقطة فوز الأهلي يودي الأهلي لأربعة وثلاثين نقطة يبقى تامن نقطة فرق ودايما النقطة الفرق دي الحاجة اللي بتبقى فيها إيجابيات إن لسه المباراتين موجودين الأهلي والزمالك وفيه فيوتشر بقى في النص كمان تلاتين نقطة وارد يمثل خطورة علي ماهر ما بيهزرش بطموحه وباع البيع صح الفرقته خسارة فريرا لمبارات القمة ممكن يكون لها أثار سلبية ممكن يكون لها أثار سلبية إيه هي؟ العلم عند الله أنا معرفش العلم عند الله أنا معرفش إدارة النادي حمياء يعني مرتضى منصور وقفل في ظهر وحمياء آه ماشي صح صح بس بس صدى المسألة ما تقدرش تحكمه أنت بتخسر واحد تخسر اتنين في حالتك بتكسب تتعادل الوضع إيه؟ أنت هنا ما تعرفش الأمور عاملة إزاي؟ فاللي يقول لك أن المبارات الأهلي والزمالك ملهاش تأثير قول له كل سنة وأنت طيب قول له كل سنة وأنت طيب بعض بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أي عنوان أي عنوان مش شرط أنه هو يعبر عن الحالة اللي بيعيشها النادي طيب أنا لو قات قعدت أقول أي خبر أي خبر الزمالك يعاني من حالة حزن بعد خروج من الكهس الأهلي عنده فرحة بعد انتصار على اسمه أهو كلام كلام لكن إما تبقى الصفحة الرسمية للأهلي والصفحة الرسمية للزمالك تعبر عن ما يدور تعبر عن ما يدور يبقى هو ده الصح ويبقى تحية كبيرة لهم لأن دي الحقيقة